النهاردة أقدر أقول أنه عاد الحق إلى أصحابه عاد الحق إلى أصحابه وعادت سوريا إلى مقعدها الشاغر في جامعة الدول العربية النهاردة أسدل سطار على مصرحية هزلية أدت لاستبعاد سوريا من مقعدها الدائم في الجامعة العربية العالم السوري عاد ليرفرف مجدداً في القاهرة في سماء القاهرة مقر جامعة الدول العربية بعيداً عن دغت مشاعر الجماهير وبعيداً عن الضغط على زر العروبة المعطل لدى الكثيرين أقول أني اليوم في غاية السعادة لعودة سوريا الحبيبة عودة دمشق الأبية إلى مكانها وإلى مكانتها في المؤسسة أو الكيان الذي يجمع كل العرب جامعة الدول العربية أيضاً أسعدني أكثر من ذلك أنه هذا القرار اتخذ وتم الإعلان عنه من القاهرة هنا دمشق من القاهرة قلناها ولم نتوقف عن قولتها في أحلك الظروف هنا وفي هذا المكان كنت أتحدث وأتابع بشغف وغضب كيف يفعل ويعمل وكيف يتم التآمر على سوريا بهذا الوضع سوريا اليوم وسوريا منذ عشر سنوات كيف كانت وكيف أصبحت بالأرقام والأرقام لا تكذب كانت سوريا دولة بتتعامل مع كل دول العالم اقتصادياً وليس عليها دولار واحد ديون كانت سوريا في حالة من الاستقرار كانت سوريا في حالة من الوضع الاقتصادي الآمن كانت وكانت 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 لكن تم تفخيخ الوضع داخل سوريا من خلال دعايات بتبدو براقة زي الحرية والديمقراطية وعدم سيطرة حزب أو جماعة أو عشيرة على مقاليد الحكم كل دا كلام براق بيجد في النفوس هوى لدى البعض وتم عسكرة الثورة السورية وتم تكوين جيش موازل الجيش السوري وتم وضع ميليشيات على انها اجزاء من الكيانات السياسية وضعت الدولة السورية واضمحلت الدولة السورية واضمحل الجيش السوري كل دا لانه سوريا كانت دولة لها موقف وسوريا كانت دولة من دول الطوق دولة من دول المؤجهة وزيها زي العراق وزي مصر دول ثلاثة كبار عندهم حضارات حقيقية تحت جلد المواطن السوري المواطن العراقي المواطن المصري حضارة الاف السنين لذلك الجيوش في الدول الثلاثة كانت جيوش تخوف كان فيه خطة لضرب الجيوش الثلاثة الجيش السوري الجيش العراقي الجيش المصري تم ضرب الجيش العراقي مع احتلال مباشر من الولايات المتحدة الامريكية بكل فباهزة وحل الجيش العراقي وسوريا تم ضرب الجيش السوري بشكل غير مباشر عن طريق انشاء جيش اخر موازي ويتم تسليحه ويتم دعمه وانشاء ميليشيات لاضعافه وانهاج الجيش السوري وقد تم